اشتركوا في القناة في برنامج الانتساب المتطور بعمادة التعليم عن بعض سنتناول في المحاضرة اليوم وهي محاضرة رقم ثلاثة العنوين التالية ولكن قبل التذكير بهذه العنوين وبالمواضيع سأذكر بما تم تناوله في المحاضرة السابقة لقد تم التركيز في المحاضرة رقم ثلاثة على خاصية إدارة التغيير والتطوير التنظيمي أي أهم الخصائص خصائص التغيير والتطوير التنظيمي أنا بمفهوم أن التغيير والتطوير التنظيمي يتميزوا بعدة خاصية وهذا العنوان الأول الذي تم تناوله في المحاضرة السابقة كما أكدنا وتناولنا بالتحليم أي أسباب التغيير والتطوير التنظيمي لماذا يتم التغيير والتطوير التنظيمي معناها التغيير والتطوير التنظيمي معناها يخضع إلى عدة أسباب وذكرنا ثمانية أسباب وأكدنا أن هذه الأسباب يمكن أن تدرج على مستوى المنظمة من الداخل أو على مستوى خارج المنظمة وبالتالي التغيير يخضع إلى توليفة معناها العوامل الداخلية والعوامل الخارجية هذا أهم عنوان للمحاضرة رقم 2 المحاضرة رقم 3 سنتناول أربع نقاط أساسية أولها هي أنواع التغيير والتطوير التنظيمي ما هي هذه أنواع ثم العنوان الثاني سنتناول خطوات التغيير والتطوير التنظيمي هناك خطوات ممكن لم نتناولها بأكثر عمق معناها في محاضرة رقم 3 لكن هذا سيكون عنوان أساسي في محاضرة رقم 3 ثم نتناول مراحل التغيير والتطوير التنظيمي كعنوان ثالث لمحاضرة رقم 3 وفي الأخير نتناول خطوات التغيير والتطبيق وهنا عنصر أساسي تطبيق التطوير والتغيير التنظيمي هذه العناصر الأربع سيقع تغييرها في محاضرة رقم 3 أولاً العنوان الأول أنواع وأشكال التغيير والتطوير التنظيمي طبعاً هذا التغيير والتطوير التنظيمي يأخذ عدة أشكال وأنماط يمكن تصنيفها وفقاً لمعايير التالية لأننا يمكن أن نأخذ هذه الأشكال والأنواع من عدة زوايا سنؤكد على هذه الزاوية الزاوية الأولى يمكن أن نصنف هذه الأنواع أو أشكال التغيير والتطوير التنظيمي حسب الأسباب إذا اعتمدنا هذا العنصر وهذا التصنيف سنجد أن التغيير والتطوير التنظيمي ينقسم إلى ثلاثة أشكال الشكل الأول يكون أو النوع الأول من التغيير والتطوير التنظيمي أي أن التغيير يكون استجابة لضغوط خارجي صناعة أمثل ضغوط خارجي مثلاً قوانين جديدة قوانين جديدة مثلاً أو شوفوا إحنا قوانين متعلقة بحماية البيئة هذه القوانين تفرض على المؤسسة أن تغير منتجاتها إذا كانت مثلاً بعض المنتجات لها أثار سلبية على البيئة أو بعض المكونات أو بعض المواد الأولية لمنتجاً ما ويصبح هذا المنتج وهذه المادة الأولى لهذا المنتج لها تأثيرات سلبية على صحة المواد فهذا يفرض على المؤسسة أن تغير وقد تم ذلك مثلاً شركات التبغى في أمريكا فرضت عليها أن تكون في علبة السجاة بعض العبارات التي كانت في الأول لا تقبل هذا التغيير ولكن في الأخر تحت ضغط القوانين وتحت ضغط الرأي العام أجبرت على أن تكون هناك على هذه علبة السجار بعض المعلومات لتوعية المواد هذا تغيير استجابة لضغط خارجية النوع آخر والشكل آخر من التغيير تغيير هادف لحل مشاكل داخلية مثلاً ممكن للمؤسسة تعليمية أن تغير وقت الدوام على أهلين لبعض مثلاً لطلاب يتابعون برنامج ماجستير مهني لهم التزامات مهنية وبالتالي لا يمكن أن يدرسوا في التوقيت المنتظم هذا يؤدي إلى تغيير الجدول حوضه أن يكون ساعات الدراسة من الأحد إلى الخميس فتصبح كل يوم الخميس ويوم السلط في دراسة لهذه الفئة معينة وهذا حل لمشاكل معينة لأنك لا يمكن أن توفر دروس لهذه لنوع من العملاء الخاصين لهم خصوصية معينة السبب أو الشكل الثالث من أشكال التغيير وفقاً لمعيار السبب نجد تغيير يهدف السيطرة على المحيط أي السيطرة على المحيط بما معنى المحيط أي أنها السيطرة على البيئة مؤسسة تريد أن تسيطر لأن كل مؤسسة تسيطر على المحيط معنى تصبح الحصة السوقية بتاعها كبيرة نعرف وإحنا ببعض المشاكل التي تكون مع شركة ميكروسوفت أن في بعض الأحيان هذه المؤسسة التي أصبحت معنى مؤسسة تسيطر على القطاع بصفة كبيرة وبالتالي هذا التغيير بعض التغييرات تؤدي إلى الشراع مثلاً ناخده استحواذ على بعض الشركات يمكن أن يؤدي إلى أن المؤسسة بيكون لها معنى وزن كبير جداً على هذا هذا التغيير الشكل الأول أو الأشكال الأولى المتعلقة بأسباب التغيير أي أننا يمكن أن نعتمد هذا التصنيف الأول التصنيف الثاني أي أن أشكال التغيير تختلف باختلاف أسلوب مواجهة تغييرات المحيط أي أننا أسلوب ما معنى أسلوب؟ طريقة مواجهة تغييرات المحيط إذا كان المحيط إذا كانت البيئة تغيير فكيف يتم مواجهة هذه التغييرات؟ هل يقع الاستجابة لها بتخطيط معين؟ أي أننا نتنبأ كيف سيكون ذوق العملاء بعد سنتين بعد ثلاثة بعد أربع سنوات فبالتالي هذا التغيير يعتبر مخطط له كم ستكون حاجات مثلاً القطاع الصحي من الأطباء وبالتالي على مستوى كليات الطب يقع القيام بالأجراءات اللازمة للوصول إلى هذا لأهداف المعينة تغيير مخطط معين مثلاً كيف نواجه النقص في المياه في السنوات القادمة؟ كيف نواجه بعض الأخطار على مستوى البيئة؟ هذا ما نسميه تغيير مخطط النوع الثاني هو تغيير دفاعي أن تغيير دفاعي ما معنى تغيير دفاعي؟ أي أنها يمكن أن تأتي حوادث معينة ولكن لم نتكهن بوجودها ولا أحد يتنبأ بوجوده فبالتالي نكون في الوضعية دفاعية أي بما هم لم نعد العدة لمواجهة هذه التغيرات ارتفاع ارتفاع مفاجأ في الأسعار ارتفاع قلة موارد معينة قلة عامل في اختصاصات معينة فبالتالي هذا معنى نحاول معنى إذا قلنا تغيير دفاعي معنى نحاول باش نقلل الهدف بتاعنا ليس تجاوز هذه العكاسات السلبية وأنما تفادي اكثر عدد ممكن من التأثيرات السلبية هذا التغيير الدفاعي يسميه الرياكتف ديفنسل وما سيئ وضعية ديفاعية هي بعد حال لها سلبيتها أي أننا كأننا نحاول أن نقي أنفسنا من أكثر من أكثر ما يمكن من المؤثرات السلبية النوع الثالث والأسلوب الثالث لمواجهة المتغيرات البيئة يكونوا حسب معنى اعتماد التغيير الهجوم أي أننا سنكون مقدامين لوضعية مهيدة لا ننتظر هنكون اجريسي وهذا معنى له طبيعي ليست كل المراثمات لها أمكانية أن تكون تعتمد هذا التغيير مثلا نخذ أمثلة مؤسسة تريد أن تدخل السوق وهنالك منافسين في السوق فيمكن أن تعتمد على تغيير مفاجئ أي أنها مثلا تغير من السعر أو تكسر الأسعار تخفض الأسعار أمثلة من التغييرات الهجومية في شركات في قطاع الاتصالات لما دخلت للسوق استخدمت الشعار التالي التسعير بالثواني عوض أن يكون التسعير بالدقيق وكان لهذا التغيير يعني لهو هجومي لمؤسسات أنها أخذك اكتسحت نسبة كبيرة من السوق أنا عوضا أن تكتفي أن تحاول أن تقي نفسها يعني والجزء وهذا يعتمد وتعتمد الشركات التي في بعض حين تريد أن تدخل السوق ولو حتى في الأول حتى ولو يكون في الأول في الأشهر الأولى تحقق خسارات وهذا لا يؤثر لها لأنه عندها إمكانية أن تتحمل لفترة زمنية معينة خسارات معينة ثم تكتسح السوق بطريقة معناها قوية هذا النوع الثالث أو الأسلوب الثالث أو النوع الثالث أو التصنيف الثالث أكثر دقة لأنواع التغيير يمكن أن نصنف التغيير حسب الأحداث مدة أحداث التغيير كيف يتم التغيير هل يأهل نغير بصفة تدريجية في بعض الحال عوضا أن يتم التغيير داخل المنظمة ككل فنأخذ مثلا قسم معينة ونقوم بالتغيير داخل قسم معينة ونلاحظ ونعدل الوضعية حسب الردود الفعل هذا التغيير التدريجي لا نغير الكل في نفس الفعل ممكن في قسم من الأقسام في فرع من الفروع في مدينة من المدل التي طبعا إذا هذا اختيار تغيير في مكان معين يخذع إلى معين معينة معينة كأنك أنت تضمن ما بينظفرين تضمن إلى حد ما أن هذا التغيير سيكون ناجح فبالتالي تبدأ من نقطة معينة التغيير الثاني ولا لا الاسم هو تغيير راديكال جذري لا تبدأ تغير عنه قول أنا مثلا عندي آآ آآ آدوات عمل نستخدم فيها تقنياتهم فنغير كل كل نشيل آدوات والكمبيوتر ولا الروبوت ولا شيء نشيل الزبان وغير آدوات جديدة التغيير الجذري طبيعي مفاجأ ليس ليس فيه أعداد والعارض معنا هذا التغيير اللي يمكن أن يكون له طبيعي آآ هنا يمكن أن تسأل آآ كمدير لمؤسسة أي تغيير نتبع أي شكل من التغيير نتبع هنا تكون الإجابة حسب عدة معطيات معينة طبيعي يعني في بعض الأحيان ممكن إذا تعتمد بالتغيير الجذري ستكون النتيجة أحسن في أي ظروف تحت أي ظرف وببعض أحيان لا يمكن أن تمر بالتغيير الجذري فتمر بالتغيير التدريجي هذا النوع الثاني الثالث تسمحوني من تصنيف أشكال التغيير وبالتالي الشكل الأشكال تتغير بتغير مدة إحداث التغيير العنصر أو التصنيف الرابع للتغيير أي يمكن أن يتم التغيير حسب موضوع التغيير ما هو موضوع التغيير أي أنا نساءل موضوع التغيير التغيير هل التغيير مدي تغيير في مؤدات العمل في أدوات العمل هذا تغيير مد في شكل القاع في أدوات المستخدمة في المواد الأولية لمستخدمة هذا نعتبر تغيير مد وهو يمكن أن يكون سهل على مستوى الإنجاز وممكن ليس بسهل على مستوى ردة الفعل النوع الثاني هو التغيير المانوي معناها ممكن كيف تغيير قناعات المعمر والموظفين كيف تغيير معنويات مثلا في موظفين ويدعم ليروحون للشغل وتكون معنوياتهم داول منخفضة جدا كيف أنت كمدير مؤسسة ترفع من هذه معنويات بالتحفيز بالإثرار بالتشجيع وغير ذلك وقد نجحت العديد من المؤسسات في هذا طبيعي في رئيس مدير عام شركة معينة في وطن العربي كان كل صباح يكون في الساعة سبعة في المصنع ثم يشرب القهوة مع الموظفين ويتناول الحديث معهم ربع ساعة قبل بداية الشغل ثم يتناول حديث حول إشكاليات اللي مرت بهم أمس ثم يقع تعديل الأشياء وكان لهذه الزيارة القصيرة في الصباح وتناول الحديث معنى كأنه يأتي خطاب بسج للموظفين أنهم مهمين وأنهم همين معنى بدرجة عالية من أهمية للشركة وبالتالي كرد فعل تكون الانتاجية عالية لدها هؤلاء الأممات وبالتالي هذا ما نسميه التغيير معنى المعيار الخامس وهو تغيير حسب سرعة التغيير هل نريد تغيير سريع أو تغيير بطيط أنا فيه تشابه شوية ما بين تغيير لكن هنا معنى كأنه سرعة التغيير تروح هل تحب تمشي بسرعة 200 في الساعة أو تروح بسرعة 20 في الساعة نفس الشيء هذا يخضع إلى ماذا نريد أن أغير إذا أردنا أن نغير قناعات الموظفين فالسرعة لا تنفع لا يمكن أن نغير قناعات الموظفين بسرعة فبالتالي التغيير السريع لا ينفع وأنما التغيير البطيء ولكن خطوة خطوة بعمق ثقافة المنظمات مثلا قيم المنظمات لا يمكن أن مثلا ندخل في ثقافة منظمة أن العميل هو أهم شيء في المؤسسة أو العميل هو ثروة المؤسسة إلا إذا كان هذا العمل يسمق عدة خطوات للوصول إلى هذا لأن هذا الشغل على قناعة المنظمات وطبيعيا يجب هذا هذا الهدف هذا لا يمكن أن نصل إليه إلا إذا وقع تحسين وضعية العميل الداخلي أي العامل الموظفين داخل المنظمة فلا يمكن أن نرضي العميل الخارجي إذا كان العميل الداخلي معناها يكون مبيل مفرين زعلان أو يشتكي وظروفه المادية سيئة وظروفه المعنوية سيئة وغير ذلك هذا النوع معناها الأنواع الأنواع الخمس معناها من تصنيف أنواع التغيير على التصنيف الخمسة وهذه هامة جداً ونريد نريدكم أن يقع هضمها بطريقة جيدة النقطة الموالية الخطوات الخطوات التغيير والتطوير التنظيمي هناك عدة خطوات وفي بعض الكتاب والمنظرين في الإدارة وصلوا إلى تحديد أن هذه الخطوات يمكن أن تصنف إلى ثمانية خطوات وهو وقام بذلك عبد الباري الدرة نموذج وحدد هذه الخطوات الخطوة الأولى معرفة مصادر التغيير من أين التغيير من الداخل من الخارج وإذا كان من الداخل من أين من الخارج من العميل من البيئة من أي من أي مصدر يأتي التغيير وهذا أهم جد لأنه إذا أنت حدد المصدر يمكن أن تتعامل مع التغيير بطريقة جيدة العنصر الثاني تقدير الحاجة هل نحن في حاجة إلى تغيير المعدات الموجودة أو خسارة معناها مصاري فقط العنصر الثاني تشخيص مشكلات منظمة طبعاً إذا شخصنا بمشكلات بطريقة جيدة فأننا كأننا وصلنا إلى خمسين في المئة من الحل أما إذا كانت تشخيص سيئ فبالتالي معناها أن حكاسات تكونوا سيئة جداً التغلب على مقاومة التغيير كل تغيير ينتج مقاومة وبالتالي لا يمكن أن نتجاوز هذه المعدة التغيير يؤدي إلى مقاومة ويجب أن نحدد أين هي المقاومة العنصر الخطوة الخامسة تخطيط الجهود اللازمة للتغيير ما هي الجهود المتغيير نحن في حاجة إلى أي جهود للرصور إلى التغيير الخطوة السابعة وضع استراتيجية للتغيير لما قولوا استراتيجية خطة مع بدائل مع أخذ بعين اعتبار المتغيرات لأن خطة ثابتة ليست استراتيجية خطة تأخذ بعين الاعتبار كل الأشياء اللي يمكن معناها تكون معاكسة لتوقعات لو كانت التوقعات سيئة ماذا نفعل ماذا لو بعد حين نستعمل بهذا الشكل تنفيذ الخطة خلال مدة معينة يعني لا يمكن أن نقوم بتغيير دون أن نحدد خطة زمنية معينة وإلا ما يبقى التغيير معناها أشكال فقط مراحل التغيير ميزة لورنس وهم أسماء هم جدا في مجال إدارة وإنه عربعة مراحل لبرنامج التطوير والتغيير هناك عربعة مراحل المراحل هي مرحلة التشخيص أكدوا عليها التشخيص الدياغنوزيس الأناليزيس لازم أنه شخص المشاكل الأساسية وليست مشاكل غوهمية وخيانية مرحلة التخطيط الخطوات الخطة الأهداف البلان الأوبشيكتيفز والبلان مرحلة التنفيذ يمكن تكون عندك خطة جيدة ولم تنفذ منها ولا شيء فبالتالي العمل منقوس الخطة ليست لها قيمة إلا إذا تم تحويلها إلى وقت ثم المرحلة الأخيرة لا يمكن أن ننفذ ونبقى ونعتبر نفسنا أداءنا جيد إذا لم نقارن ونصح ونعدل ونقوم تقويم ما معنى؟ معنى تعمل تقييم تعمل value وتعمل شوف الفرق الفروقات ما بين الإنجاز وما بين الهدف إذا كان الفروقات شاسعة فبالتالي يجب إصلاحها إن خطوات التخطيط وتطبيق التطوير والتغيير التنظيمي تتمثل في الأدل خطوة الأولى الاعتماد النفس لأعداد والتهيئة الذاتية للتطوير يشمنوا أدل نفس اختيار وتكوين فريق العمل أهم جدا لما تختارش أشخاص معارضين للتغيير الخطوة الثلاثة الحصول على موافقة ودعم الإدارة الدعم والتمهيد الانتقالي للانتقال التدريجي معناها نمشي خطوة خطوة هذه أهم العناصر في معناها الأساسية الأشكال والأنواع تنولنا في هذا القاعد باش نتذكر بأهم الخطوط العريضة أشكال وأنواع التطوير التنظيمي ثم الخطوات اللي متعلقة بدراسة ثم الجوانب التطبيقية والخطوات المتعلقة بالتطبيق هذه أهم العناصر إن شاء الله نكون معناها وصلنا إلى هنا المربع من المفاهيم إلى جانب المتعلق بالتطبيق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر